صباح الفل عليكم وصباحكم زي الورد ويسعد صباحكم يا رب بكل خير وسعادة وتفاؤل وامل معاكم النهاردة فاطمة بو علي والنهاردة هنقدم مع بعض طرط سهل وبسيط جدا هنعمله بالشكرت يلا نشوف المقادير بتاعتنا وما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان يصلكم كل فيديوهاتي يلا نسمي الله وندخل مطبخنا من 3 كبايات لتلاتة وربع كوب دقيق اتنين حبة بيت ربع كباية سكر بودر وكباية زبدة او زبدة على زيت بدرجة حرارة المطبخ ومعايا نص معلقة صغيرة بيكين بودر وربع معلقة صغيرة فانيليا يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه بسم الله اول حاجة هضيف الزبدة اللي بدرجة حرارة المطبخ في العجان او بالمضرب الكهرباء وهضيف السكر البودر وهبتدي اخفك السكر والزبدة كويس جدا مع بعض انا عايزاهم يوصلوا للون الكريمي الفاتح علشان يخليلي العيينة هشة وكريسبي بصوا اول ما بتبتدي توصل للون الكريمي الفاتح انا ببتدي اضيف البيض والفانيليا خطوة مهمة جدا ان كل المواد تكون بدرجة حرارة المطبخ وهضيف هنا البيض عليه ربع معلقة فانيليا كمان ممكن نضيف معلقة خلق مع المكونات واضربي كويس جدا لحد ما البيض يختفي خالص ويتجانس مع الزبدة لازم كمان البيض يبقى بدرجة حرارة المطبخ علشان الزبدة ما تفصلش وضفت ايدي المنخول عليه رشة الملح وعليه كمية البيكينبودر انا في المرحلة دي مش عجن هلمي كل عجنة البسكوت بدون اي عجن بصوا اتجمعت كده خلاص هوقف العجان ما عندكيش عجان اشتغلي بمضرب قهربة او على ايدك او بمضرب سلك اليدوي هاخد كل العجينة بتاعتي بصوا عجينة تحفة وطرية ورحتها تحفة ممكن كمان تنكيهيها بقشر لمون او بشر برطقون هحطها هنا في استريتش واسبها تستريح بس لمدة ربع ساعة او نص ساعة الجو الايام دي حلو عايزات حطيها في التلاجة حطيها بس احنا في الشتة ممكن نشتغل بيها على طول هنقص الجزء على جنبي لو عايزة ازينها مش عايزة ازينها خلاص هفرد العجينة بتاعتي بين ورقتين استريتش علشان تبقى سهلة بالنسبالي افردي كده بصمك نص صنطي كويس جدا علشان البسكوتة تبقى خفيفة ورائية وهحطها هنا في صنية الطرد وهسكينها كويس جدا دي خطوة مهمة جدا علشان الطرد ما ينتفخش اثناء السوى ويتقصر هسبت كل الحواف بتاعتي كويس جدا بالشكل ده اي حاجة تتقطع حاجة لزقها تاني عجينة مرينة وسهلة جدا ما فيهاش اي مشاكل هبتدي هنا اخرمها بالشوكة وطبعا انا مشغل الفرن على 180 لازم نخرمها بالشوكة كويس جدا او ممكن نحط عليها استريتش في اي بقول علشان ما ترتفعش اثناء الخبز خرميها كويس جدا ودخلناها الفرن على 180 لمدة 20 دقيقة على الرف الشبك اول ما بتبرد انا هنا كنت محضرة الكريم باستري ممكن تجيبي الكيس وتحطي عليكم ببيتي اللبن وتخليهم يستوى على النار اللي هو الحليب ويبرد ونبتدي نستعمله او نستعمل الكريم كراميل المتواجد اللي احنا ممكن نعمله في البيت هنزلكوا برضو اللينك بتاعه ويساوي كده الكريمة بتاعتك ممكن نستغنى عنها ونكتفي بالشوكولت بس اهم حاجة الكريمة تكون بردة جدا الاكياز دي متوفرة هتجيبيها وتحطيها على النار مع كوبايتين حليب واول ما الحليب يغلي تروحي ضيفة الكريمة هنا هنده اصص الشوكولاتة حوالي 250 جرام شوكولاتة مع نص معلقة صغيرة اهوة سرعة الزوبان مع معلقة الزبدة مع معلقتين زيت وهحطهم على حمام مية او هحطهم حوالي 3-4 ثواني في المكرويف وينعليهم بس ياريت نسيحهم على حمام مية احسن بصوا بيلمع ازاي وهسيبه يبرد خالص عشان ابتدي احطه على الطرد اول ما الطرد خرج من التلاجة والكريمة تمسكت كويس جدا هبتدي اضيف سوس الشوكولاتة اهم حاجة ان احنا ما نحطش اي سوس سخت علشان ما يطرليش العجينة كمان ممكن في قاعدة البسكوت نحط مربة بصوا انا كده هسيبه في التلاجة لحد ما يتماسك جدا وبعد كده نقطعه ممكن تزينيه باي فكهة عندك او بسكر بودة او بموز او بفراولة او ببشر شوكولات المتاح عندك وصفة سهلة وبسيطة ويا رب بتكون عجبتكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان بصلكم كل جديد بقدمه كنت معاكم فاطمة ابو علي واتبسطت ان كنت معاكم يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم واسبكم في رعاية الله والسلامة